السلام عليكم حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر اليوم بتكلم عن جوال جربته مو بس في التصوير جربته مع الماء الشركة أعطتني هذا الجوال ووفرت لي رحلة إلى أتلنتس واتر بارك عشان أجرب وأطرطش بهذا الجهاز خلونا نشوف مع بعض أهلا وسهلا في البداية طبعا جتني دعوة من شركة موتورولا أنك بتروح أتلنتس واتر بارك قبل ما أوصل هناك قبلها بيوم بالليل أعطوني هذه العلبة فعرفت أنه جوال وأكيد يعني ما يحتاج أبدا أني أصفه بس أنا اللي استغربته ليش في أتلنتس واتر بارك اتضح أنه يا طارق خد الجهاز ورح وطرطش فيه وجربه لأنه بمعيار IP68 وهذا الجدول اللي يطلع لكم يتضح أنه 6 أعلى درجة في الوقاية أو المقاومة من الغبار وال8 هي أعلى درجة في المقاومة للماء فقالوا يلا خذ الجوال وابدأ وجربه على راحتك خلونا في البداية نشوف إش هي محتويات الصندوق الموتورولا Edge 40 وهذا هو الكفر قوي كابل USB Type-C من كلا الجهتين ورأس الشاحن 68 واط شاحن سريع جدا وبنجربه وراح تشوفون خلال فترة كم ممكن إنه يشحن لنا الهاتف نبدأ مع المواصفات بعد ما شفنا محتويات الصندوق خلونا نشوف الشكل الخارجي للهاتف الشكل جميل فعلا وأيقونتين كذا الكاميرات بالخلف الشاشة يجينا بمقاس 6.55 من البوصة أما الكاميرا الرئيسية فهي 50 ميجا بيكسل أما كاميرا السيلفي فهي 32 ميجا بيكسل نتكلم عن حجم البطارية 4400 ميلي إمبير كبيرة فعلا في الحجم وخصوصا مع الشاحن اللي شفناه 68 واط يعني ممكن يشحن لنا في دقائق إلى نصف حجم البطارية هذه واجهة الموتورولا واجهة معروفة جدا أنها واجهة خفيفة على الجهاز بالإضافة أنها تشبه واجهة الأندرويد الخام الجهاز يقبل شريحتين سيم كارد أو شريحة سيم كارد وشريحة مدمجة اللي هي إي سيم اللون اللي بالخلف هذا اسمه لونار بلو الواجهة زجاجية والهيكل اللي بالأطراف هذا من المعدم أو الألمونيوم من الخلف إما من البلاستيك مثل اللي موجود معي أما من ناحية الرام فالرام 8 جيجا بايت المعالج ديمين سيتي 8020 مساحة تخزين متوفر 128 و256 وعلى فكرة الرام نقدر نرفعها بالاستعارة من مساحة التخزين معالج الرسوميات هو مالي G77 MC9 والحين بستعرض لكم بعض الصور والفيديوهات اللي تم التقاطها عن طريق الهاتف زي ما قلت الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل وعندنا 13 ميجا بيكسل أما كاميرا السيلفي أو الأمامية فهي 32 ميجا بيكسل الهاتف يدعم 4K بالفيديو يدعم التصوير الوايد يدعم التصوير البورتريه التصوير العادي الزوم الشي الجميل أيضا أنه حتى بالفيديو لما تصور شي تقدر تسوي زوم عليه ويسوي زوم حتى بالصوت نفس طبقة صوتي الحين راح تلاحظون أنه مع الزوم هو بنفسه يرفع الصوت لأنه في خاصية التقريب سواء عملت تقريب بالفيديو راح يقرب لك حتى الصوت خاصية جميلة جدا وكل الصور اللي تظهر لكم الآن ومقاطع الفيديو ما تم التعديل عليها أبدا الهاتف يدعم استيريو مع سبيكر وطبعا الجي بي اس الانف سي للدفع قريب المدى الواي فاي وأيضا بصمة بأسفل الشاشة زي ما تشوفون أما من ناحية الشحن فأيضا يدعم الشحن اللاسلكي الوايرلس أما شحن الوايرلس فهو بقدرة 15 واط تقريبا هذه أهم المميزات اللي يحتاجها المستخدم كتجربة وكاستخدام يومي يعني زي ما شفتوا في المراجعة سواء استعرضت في مقاطع الفيديو كيف نقاوة الشاشة كيف إضاءتها كيف حقيقة الألوان اللي تظهرها لك وأيضا في الألعاب وكيف هذا الجهاز يعني ما شاء الله أنا جربت عليه بعض الألعاب ما شفت فيه لا تعليق ما في حرارة تذكر بالبدي أو حتى في مسكة الجهاز خلال اللعب إذا كان فيه أي مواصفات أخرى راح أتركها لكم تحت في الوصف لا تنسون تضغطون زر الاشتراك والإعجاب وإذا أعجبكم المقطع شاركوا مع أصدقائكم وأحبابكم أتمنى إن شاء الله ألتقيكم في مقاطع أخرى إلى اللقاء